الوزراء النهاردة الحياة شهد العديد من النشاطات وكان أبرزهم هو توقيع أكتر من بروتوكول ومذكرة تفاهم بدايتها كان من توقيع الدكتور مصطفى مدبولي لمذكرة شراكة لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر وده بتنسيه مع الوكالة اليابانية لتعاون الدولي الجايكا المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات ده بيستهدف تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خصوصاً اللي بيعانوا من صعوبة قراءة النص المطبوع كمان شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تاني لتطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيوميكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات الحقيقة وزير الاتصالات قال عن هذا البروتوكول إنه بيستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكملة وده لتنظيم وإدارة الخدمات اللي بتقدمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمواطنين وللمستثمرين على حد ثواء أما وزير الزراعة فقال إنه من ضمن أهداف البروتوكول هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات وإعادة خريطة جغرافية وإعدادها طبعا هذه الخريطة هي خريطة جغرافية إلكترونية للأراضي دالله